السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم اسمي نور الدين بخلاء أستاذ لغة الإنجزية بالثانوي التأهيل هذا الفيديو إن شاء الله هذه أن نجح معكم الوحدة الرابعة التلمية المستدامة وبطبع الحال في كل فيديوهات السابقة سوف نبدأ بالمصطلحات أو المفردات وننتقل بعد ذلك إلى النحو أو الصرف وبعد ذلك إلى وظائف اللغة ثم أخيرا الإنشاء إذن ابقوا معي إلى الآخر المصطلحات أو المفردات المرتبطة بالموضوع الذي هو التلمية المستدامة تلاحظون معي إخواني هنا المصطلحات هذه نشوفه ما يسمى بي يعني هذه نشوفه التصنيفات هذه نصرف المصطلحات إلى مواضيع كنتلاحظون معي هنا في الوسط هذه المثلة الأزرق sustainable development هذا الموضوع الأساسي وهذه تتفرع عليه ثلاثة ديلا المواضيع economic issues القضايا الاقتصادية ثم social issues القضايا الاجتماعية و environment issues يعني القضايا المرتبطة بالبيئة والمحيط إذن هنا نتعرف على المصطلحات الجديدة المذكورة في الكتاب raw materials يعني المواد الخام micro enterprises , المقاولات الصغرى money investment استثمار الأموال في طبع الحال هذه المصطلحات الثلاثة مرتبطة بالقضايا الاقتصادية ثم نمر إلى القضايا الاجتماعية من بينها poverty elimination يعني محاربة الفقر property rights الملكية الخاصة أو حقوق الملكية property rights حقوق الملكية حقوق الملكية property الملكية rights حقوق ثم health care الصحة social justice social justice social justice يعني العدلة الاجتماعية equal pay for women يعني دخل متساوي للمرأة يعني دخل المرأة متساوي مع الرجل equal pay for women ثم transport infrastructure بنية تحتها للمواصلات ثم نمر إلى environment issues بمعنى القضايا المرتبطة بالمحيط والبيئة energy preservation المحافظة على الطاقة forest preservation محافظة على الغابة أو الغابة water pollution تلوث المياهة ثم climate change التغيير المناخي ecological crisis بمعنى la crisis ecologic واخيرا recycling waste اعادة تصنيع المخلفات نمر الآن إلى ما يسمى بـ minimal pairs هناك كلمات في الإنجليزية لتحمل نفس النطق أو تحمل نفس المعنى تقريبا أو بالأحرى تحمل يعني إملاء تكتب بطريقة متشابهة وتنطق تقريبا بنفس النطق ولكن عندها معاني مختلفة مثلا capital ورأس المال capital مقر كونجرس الأمريكي اذن capital وcapital تقريبا عنده بنفس المعنى النطق يتقوه بنفس الطريقة capital وcapital هنا capital وهنا capital اللولة تعني رأس المال أو العاصمة والثانية تعني مقر الكونجرس الأمريكي البناية لتعاء الكونجرس الأمريكي collaborate يتعاون corroborate يثبت affluent ثري أو غني effluent مياه الصرف أو منبع المياه indigent معوز أو فقير indigent معوز أو فقير indigenious أصلي وهنا هذين هذروا على السكر الأصليين لأمريكا للأستراليا لزندجان كيقولون لزندجان indigenious compulsive قهري و compulsory إجباري مثلا كانت تعليم إجباري compulsory learning assistant اللي هو المساعدة assistance المساعدة ونمر بعدها إلى ما يسمى بي collocations إذن في الإجليزية لدينا كلمتان هذه نجمع جوجية الكلمات مثلاً أولى تكون adjective والتانية تكون اسم مثلاً sustainable development كما هو مشار إليه يعني عنوان الوحدة sustainable development sustainable adjective نعم وdevelopment اسم إذن نحصل على sustainable development الكلمات التي وردت في الكتاب هي civil society بمعنى المجتمع المدني civil society civil society non-governmental organization non-governmental organization يعني منظمة غير حكومية non-governmental غير حكومية organization بعد أحيانا هذه تلقاها بالـ S sustainable development يعني التنمية المستدمة اللي اهدرنا عليها renew renewable energy التاقة المتجددة renewable كي هنا new في الوسط new أو في الوسط هي الكلمة الأساسية ثم اهدرنا عليها re اللي هو prefix و able اللي هو suffix باش حسننا علي adjective ثاني أخيرا urban areas urban areas المناطق الحضرية ونصل إلى ما يسمى ب idiomatic expressions أو تعبيرات الاستلاحية idiomatic expressions ولا idioms كما بغلت تقوله idioms ولا idiomatic expressions هما واحدة العبارات في الانغلي المعنى الظاهري ديالهم يختلف على المعنى الحقيقي ديالهم هادي نشوفو أمثلة what's up what's up بمعنى what's going on ماذا يجري أو ماذا يحدث what's up what's up Brad said as he is entering the room إذن هنا براد واحد شخص دخل دخل البيت وقال يقول what's up شنو كين what's up what's going on what are you driving at what are you driving at what are you driving at هنا إذا بغلنا نشوفو المعنى السطحي ديال العبارة هي what are you driving driving هي يقود السيارة ولكن لما هديش نقصده يقود السيارة المعنى دياله هي what do you mean ماذا تقصد what are you driving at ماذا تقصد what are you driving at ask my friend who really didn't get my message what are you driving at الصديق ديالي سوى الصديق اللي فعلا ما فهمش المعنى ديالي ما فهمش المعنى ديال الرسالة ديالي إذن بغي يقول لي شنو كتقصد what are you driving at took his time هنا هدي نصرفه ذاك الفعل took الفعل هذا الفعل take رغم نصرف الماضي took his time يعني without hurrying خدا الوقت دياله خدا الوقت دياله my friend took his time to read the novel that I learned him يعني الصديق ديالي خدا الوقت دياله في قراءة رواية اللي سلفتها لأنني سلفت لواحد الرواية وخدا الوقت دياله يعني طوال فيها إذن take one's time take one's time قد نقول I take my time to read this story كان ناخد وقتي باش نقرأ هاد القصة I take my time taking breakfast كان ناخد الوقت ديالي في الفطور يعني كان نفطر على خاطري رابعا in the bag in the bag يعني في الساك ولا في يد كان نقوله in hand يعني في الدرا في يدي certain يعني من يكون نتأكد من شي حاجة كان نكون متيقا كان نقول in the bag after one month negotiation an agreement was in the bag between our association and entrepreneur to build a ledger center بعد مشاورات دمت شهر واحد الاتفاق كان أكيد يعني كان في الجيب كما نقوله كان في الجيب يعني كان أكيد وأخيرا to the letter to the letter يعني exactly احنا كنقوله بالحرف طبق تعليمات بالحرف we read everything to the letter before we sign the contract يعني قبل قبل من من وقع على العقدة قرينا كل حاجة بالحرف إذن to the letter أما الآن هذه نشوفو إن شاء الله الجرامة يعني النحو الصرف وهذه نشوفو ما يسمى future perfect simple tense يعني المستقبل الكامل البسيط هذي نبدأ بـ the form يعني البنية دياله هذي يكون عندنا subject يعني الفاعل will have زائد past participle past participle والpast participle هو هذي كلا فورم تعالي الفيق اللي كتكون في المرتبة التالية مثلا do did done done هو past participle هلو نعود do did done done هو past participle مثلا عندنا I ولا he ولا she will have finished my إلا قلنا I هذي نقوله my إلا قلنا he هذي نقوله his إلا قلنا she هذي نقوله her بتاني جملة جملة كاملة I will have finished my studies by the end of june يعني هذي نكون نكمل الدراسة ديالي قبل نهاية جوا he will have finished his studies by the end of june يعني هذي يكون كمل دراسة ديالي قبل نهاية جوا she will have finished her studies by the end of june I he she will not have finished my his her studies by the end of june هنا هذي يشوفه the negative form يعني صغة نفي I will not have finished my studies by the end of june يعني ما هذي نكون كملت دراسة ديالي قبل نهاية جوا وهنا في المرتبة التالية هذي يكون عندنا interrogative form يعني السؤال will I have finished my studies by the end of june وش هذي نكون كملت دراسة دي قبل نهاية جوا ولا will he have finished his studies by the end of june وش هذي يكون نكمل دراسة ديالي قبل نهاية جوا والآن هذي نشوفو الاستعمال ديال future perfect simple فوق هذي نستعملو future the use استعمال we use the future perfect simple tense to show that an action will be completed in the future before a point of time يعني هذي نستعملو we use the future perfect simple نستعملو هذي future perfect simple tense باش نبينو بلي واحد الحادث واحد الفعل ولا واحد الحادث هذي يكون نكمل في المستقبل in the future before a point of time قبل نقطة زمنية معدلة we usually use the expressions by by the end of or before وغالبا we usually غالبا نستعملو هذي العبارات by by اللي تعني before قبل ولا by the end of قبل نهاية ودبا هذي نشوفو the future perfect continuous tense the form يعني استيغا دي عدنا subject الفاعل زائد will have been كذب عيلا will have been verben verben يعني هذي كين الverb وحيد الverb الفين ونزيدلو en j مثلا i will have been teaching english for twenty years by the end of next september يعني انا هذي نكون قريت الانجليزية لمدة 28 سنة قبل نهاية شتمبر الماضي شتمبر المقبل نكرر هذي نكون قريت لمدة 28 سنة قبل نهاية شتمبر المقبل i will have been teaching اذن هوا teach هو الفعل teach يدرس ونزيدلو en j teaching ولاحظوا معايا هنا 4 20 years english 4 20 years لمدة 8 ولا 28 سنة هذي المدة هذي طويلة المثال الثاني هذي نشوف ه negative form يعني صغة نفي i will not have been teaching english for 28 years by the end of next september هذي نسأل وش هذي نكون درست لمدة 28 سنة درست انجليزية لمدة 28 سنة قبل نهاية شهتمبر المقبل الاستعمال اذا نفقش نستعملو هاد future perfect the use we use the future perfect continuous tense to show that an action will be in progress before a point of time in the future بمعنى هنا هذي نستعملو هاد لوتون هاد هاد الزمن اللي هو future perfect continuous to show that an action will be in progress باش نبينو اللي واحد الحادث هذي يكون مستمر هذي يكون مستمر قبل واحد نقطة زمانية محددة في future في المستقبل والآن نمر الى functions يعني وظائف اللغة هذي في هذا الدرس هذي ولا في هذا اليونت هذي نشوفو cause and effect السبب والنتائج ولا السبب والنتيجة السبب والنتيجة على expressing cause كيفاش نعبرو على السبب مثلا one cause of ولا the cause of a lot of deaths deaths in the world is covid-19 يعني وحدة واحد السبب ديال يعني الموت العديد في العالم هو covid a lot of people have died due to covid-19 بزاب ديالنس ماتوا بسبب due to بسبب covid-19 a lot of people have died because of covid-19 لاحظوا معايا في هاد الجملة استعملنا due to ونفس الجملة استعملنا because of يعني due to بحالها بحال because of كيكونوا متبوعين بالنان باسم covid-19 covid-19 a lot of deaths in the world are caused by covid-19 إذن عدة وفايات أو الوفايات العديدة في العالم يعني تسببت ولا كان سببها covid-19 a lot of people have died because they were contaminated by covid يعني العديد من الناس توفى وماتوا because لأن لأنهم أصيبوا بعدو covid-19 دبا هاد نشوفو how to express effect هاد نتضروع للنتيجة ولا للمخلفات اللي أبغينا نقول covid-19 has spread all over the world يعني covid-19 انتشر في العالم consequently a lot of people have been contaminated إذن هنا covid-19 تشتر في العالم والنتيجة شنو هي بالزب دي الناس تصابوا بهذا العدوى هذه the effect or the result the consequence of covid is a lot of deaths in the world يعني النتيجة أو كما نقول la consequence أو الآثار ديال covid-19 هو الموت في العالم covid-19 has spread all over the world as a result a lot of people have been contaminated إذن covid-19 has spread all over the world انتشر في العالم ونتيجة لذلك as a result نتيجة لذلك يعني لهذا الانتشار a lot of people have been contaminated العديد من الناس أصيبوا بهذا العدوى covid-19 has spread all over the world as a consequence as a consequence a lot of people have been contaminated يعني نتيجة لذلك أو العواقب ديال الانتشار ديال covid-19 هو أن بزاب ديال الناس a lot of people have been contaminated تقاسوا بهذا العدوات covid-19 has spread all over the world so therefore a lot of people have been contaminated إذن covid انتشر في العالم إذن so so وديرفور كتعني إذن so therefore a lot of people have been contaminated وأخيرا covid-19 has spread all over the world consequently consequently a lot of people have been contaminated ونصل أخيرا إلى موضوع الإنشاء وفي هذه الونت إن شاء الله في هذه الوحدة هل نشوف كيف نكتب a formal letter رسالة رسمية رسالة رسمية بل أحيانا كان نسميها business letter رسالة عمل هل نشوف the layout يعني التصميم تحت الرسالة كيف نكتب هذه الرسالة يعني نقدمها تقديم أو تصميم تحت الرسالة هذه يكون أولا number one address of the writer يعني العنوان دي الكاتب house number كيكون فيه رقم الدار street يعني العنوان العنوان دي الجهة اللي هدي نكتب لها بحال هنا موضوع الرسالة هدي نكتب لوزارة الداخلية ministry of interior municipality of وجدة جماعة وجدة وهدي نبدأ الرسالة أو نفتتح الرسالة بالتحية والسلام أو ما يسمى opening أو greetings تحية dear sir or madam or dear mr president إذن هنا بما أننا نكتب رسالة رسمية ما هديش ندير الأسماء بدون ألقاب دروري من هذ الألقاب sir سيدي أو سيدتي من لي ما نكون عارفين اللي هدي نكتب له رجل أو امرأة إذن نكتب sir or madam sir or madam يعني سيدي أو سيدتي ولا مثلا هنا هدي نكتب الرئيس المجلس البلدي then mr president dear mr president خامسا هدي يكون the body of the letter يعني المحتوى دي الرسالة سادسا هدي نسد الرسالة بيسمها بclosing هدي نستعمل هدي العبارة yours faithfully واسابعا signature الإمضاء اللي هو عبارة على full name يعني الاسم الكامل هدي نشوف النموذج اللي كاين في الكتاب إذن هنا هدي نعطي مثال الادرس يعني العنوان دي الكاتب يعني اللي هدي يكتب الرسالة مثال هنا عندنا العنوان 67 عبد الملك السعدي حي المحمدي وجدة date Monday February 17 2021 وهنا العنوان دي الجهة اللي هدي نستفطولها اللي هدي نرسلها ministry of interior municipality of وجدة the president of the municipality dear mr president dear mr president president in reply to the municipal communique issued on february 16th we would like to apply for إذا اللحظوا معي هذي الجملة الأولى شنو فيها يعني هنا ردا على البلاغ دي الجماعة المحلية اللي كان issued اللي يظهر يعني في february 16 we would like to apply نود أن نطلب نكتب هذا الطلب to apply إذا هنا يلاحظوا معي هذي المقدمة وهذي نجيب ولا نقول فيها سبب كتابتنا لهذه الرسالة يعني الهدف من هذي الرسالة ألو وشنو هذي نكمله for to apply for the grant to finance our project يعني هذي نحن نتمنى باش يعني بغينا نديروا الطلب باش نحصلوا على المنحة ولا الهيبة المالية باش نمولوا المشروع دينا هذي ندخلو هذي ندخلو في البادي of the letter يعني هذي ندخلو مباشرة في المحتوى دي اللي letter وهذي نعطو التفاصيل تفاصيل our project works يعني هذي نقوله شنو شنو هو الميدان اللي اختارنا من المياد اللي جات في communicate أو our 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 project works on literacy elimination يعني المشروع دينا هذي هذي يكون حول محاربة الأمية and and aims والأهدف والأهدف دينا وده بات نطرح للأهدف دينا مشروع and aims at helping all drop out and marginalize children benefit an adequate education يعني الهدف دينا وهذي يكون مساعدة الأطفال المهمشين ولي غدروا المدرسة نعادي نعاونهم باش يستفدوا موحد تعليم مناسب our main activities هذي نشوف الأنشطة دينا هذي المشروع وشنو هذي نديرو في هذ المشروع so our main activities would be offering basic education to those kids by organizing regular classes based on a weekly time table يعني الانشطة اللي هذي نديرو هو تقديم التعليم أساسي لهذ الأطفال لهم to those kids هذي اسم لنا those kids وهذه كلمة تعود على drop-ups and marginalized children يعني الأطفال المهمشين والأطفال اللي داروا الهضر المدرسي اللي خرجوا مابقوش يقرأ با organizing إذن هذي نعطو لهم نقدمو لهم تعليم أساسي وذلك بتنظيم يعني دروس دروس حسب جدولة أو حسب استعمال زمن محدد لتنظيم هذا نحتاج لنطبخ هذا المشروع لنطبخ هذا المشروع هذي نحتاج وشنو هذي نحتاج وهذي نحتاج أقسام يعني بيوت فيها أقسام وإيضا نستعمل هذا لعبارة كلمات الربط لتعني إضافة زائد و إلى غير ذلك نحتاج واحد الآثات مناسب مثلا طاولات صبورات كتب إلى غير ذلك وطبيعة الحال هذا المشروع يحتاج واحد ميزانية اللي هذي نقدرها ب 150 مليون 150 مليون سنتيم طبيعة الحال بالعملة المغربية و هنا هذي ندير واحد الجملة ختامية يعني إذا باش نعطوكم تفاصيل أكثر for more details we are enclosing a technical card for our project يعني إحنا نضيف لهذه الرسالة دينا واحد البطاقة تقنية تشرح فيها البروجي دينا وأخيرا نختم هذه العبارة دينا تحية yours faithfully signature بو نوردين بو خانا هنا التوقيع دينا إذا عزائي كانت هذه آخر الفقرة في unit 4 sustainable development أتمنى تكونوا استفتوا أي سؤال أي استفسار أي تساؤل مرحبا خلونا التعليق دلكم وشكرا إليكم وإلى اللقاء في الوحدة الخامسة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر